صورة للهروب الكبير للمواطنين العراقيين من تنظيم الدولة الإسلامية التي تحاصر بلدة أمرلي منذ أشهر هذه البلدة تضم عشرات آلاف العراقيين التركمان الشيعة وتقع على بعد 150 كيلو مترا شمال بغداد وتكمن أهميتها العسكرية في أنها صلة الوصل بين كاركوك الغنية بالنفط والعاصمة العراقية وكانت القوات الأمريكية قد ألقت مساعدات إنسانية بواسطة الطائرات بعد نفاذ مخزونها الغذائي هذه المساعدات تأتي بالموازات مع ضربات جوية منصقة استهدفت مقاتل الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على بلدات عدة في محيط أمرلي وهي المرة الأولى التي تتم فيها عملية إجلاء للسكان بهذا الحجم الكبير إن شاء الله نحن في تقدم مستمر نعاهد شعبنا وقيادتنا إن شاء الله خلال اليوم القادم نحن قادمين باتجاه مدينة أمرلي التي تحريرها من هذه العصابة وقد شنت وحدات من الجيش العراقي وقوات كردية هجوما على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السبت لفك الحصار عنها كما استمرت عمليات نقل المدنيين عبر المروحيات التابعة للجيش العراقي ولا يزال أكثر من 15 ألف شخص محاصرين في أمرلي مصادر عسكرية قالت إن وحدات الجيش العراقي تتقدم في المنطقة البشمرق الكردية تتقدم بدورها من أربعة اتجاهات نحو البلدة الشمالية التي تحاصرها قوات تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من شهرين وتشكل أمرلي نموذجا لأول عملية جدية تشارك فيها قوات عراقية وغربية لإنقاذ المدنيين المحاصرين